بالمناسبة فنياً أنا قلت الكلام ده بعد مباراة سان داونز على طول يعني الحلقة اللي كانت بعد المباراة المباراة خلست اللي هي سان داونز المباراة بتاعة الخمسة طلعت وقلت يا جماعة مارس الكولر مدرب محترم مدرب كبير وانا بقولي الكلام ده والقالي خسران خمسة عشان ما يتقلش انه كولر حلو لما بيكسب لأ الراجل ده قبل مباراة سان داونز كان عامل أداء رائع مع النادي الأهلي بعد مباراة سان داونز عامل أداء رائع مع النادي الأهلي وفيه استثناء في النص مباراة تسعين دقيقة ما كانش فيها توفيق لكن الأهلي واحد من أهم مما كذبه في السنوات الأخيرة هي مارس الكولر مع كامل اللي احترام مش هنتقد اللي بيقوله كده هقول رأينا يعني كل واحد حر في رأيه فنياً مارس الكولر أفضل مدير فني في رأينا أنا أنا دا رأينا بس أفضل مدير فني جيل نادي الأهلي بعد مانويل جوزيه فيه ناس تقول لك لأ بيتس موسماني النجاحات الكبيرة طبعاً فيه ناس تقول لأ فايلر الأهلي كان بيقلع مع كرة ممتعة طبعاً بس الراجل ده راجل ناجح جداً هتقولي ناجح ليه بتقولي الكلام ده ليه بقى بورا يعني وشايفه أحسن مدرب بعد مانويل جوزيه هقولك إن الراجل ده هو أول مدرب في تاريخ النادي الأهلي أول مدرب في تاريخ النادي الأهلي من أول موسم ليه يحصد كل البطولات من أول موسم هتقول ليه ما مانويل جوزيه عمالها بكده مش أول موسم ده أول مدرب في تاريخ النادي الأهلي يحصد كل البطولات طيب هي قصة البطولات بس لا ما هو فيه جملة شهيرة قوي بتقول إيه وهين كنت أنا مش مقتنع بيها أنا شايف إن المدرب بازي بقى كويس الجملة الشهيرة بتقول إيه؟ إنه أي مدرب بيعدي من جنب النادي الأهلي بياخد بطولات ده لازم يقدر بكويس برضو ما لو مدرب مش كويس مش ياخد بطولات مارس الكولر خد كل البطولات بص ديف على ده بص على التطور الفردي اللي بقى عنده كل اللعبين محمد هاني ده محمد هاني قبل مارس الكولر لا محمد هاني ده حكاية بقى حكاية محمد هاني هو محمد هاني لا الحمد فتحي هو ده حمد فتحه لقبل مارس الكولر لا حسين الشحات التفاكل يا مؤمن حسين الشحات ده من ساعة ما نضم 대�نادي الأهلي الجميل ما كانتش مستحملا حسين الشحات بقى أهم ورقة في النادي الأهلي برسي تاو اللي جابه بيتسو موسيماني اللي جابه موسيماني ما كانش بيلعب كده مع موسيماني زي ما اتطور وبقى أداء رائع مع مارسي الكولر شوفي النهار ده شوف النهاردة بيرسيتاو وبيرعب مع جنوب أفراقيا قدام المغرب رابع العالم عامل ايه احسن لعب في المباراة بالمناسبة يعني والجنوب أفراقيا كذبت الموراكم نتمنى طبعا ان المغرب تفوز بص على كريم فؤاد قبل ما يتصاب بص على كهرابا اللي كان غايب 7-8 شهوره بقى هدف النادي الاهلي بص على طهر محمد طهر قبل ما يتصاب ومستوى يتراجع بص على مروان عطية والإضافة اللي عملها في تشكيلة النادي الاهلي بص على محمد عبد المنع مياسر إبراهيم السنائية العظيمة دي بص على كل اللي أعب في النادي اللي هتلاقيه على مستوى الفردي بقى رائع جدا طيب على المستوى الجماعي لا النادي الاهلي بقى فريق مرعب ليه بقى فريق مرعب بقى عامل فاكن من فترة طويلة كده قلت لكم هنفسي شوف الاهلي والزمالك كده في أفراقيا ينزلوا يبقى عاملين زي مانشستر سيديو برشلونة إحنا كبار الكرة إحنا ننزل نكسب أي فرقة وندغط عليها ونهاجمهم في أي مكان في الدنيا فأنا كنت مستني الأهلي يبقى كده ما كنتش ببقى حابب أداء النادي الأهلي حتى مع البطولات اللي اكسبها السنوات الأخيرة وهو في مباريات قدام فرقة سهلة بيخافه بيدافع أو بيقلق أو بيبقى عنده شوية مشاكل فنية لأ ده الأهلي بتشكلته بجهازه الفني بتاريخه العظيم ينزل ياكل أي فرقة قدامه ده شفته مع مرسي الكور شفته فالأمور بقت أحلى كثيرا بقت أفضل كثيرا عايز أشيك كتير قوي محمد هاني اللي عمل بطولة عظيمة جدا اللي عمل موسي مع بكري جدا واحد من أكتر اللاعبين اللي تعرضت لضغطه وانتقادات وفي منها كثيرا كان يستحقها بالمناسبة بس هو تعرض لبعض المبالغات محمد هاني الآن أفضل ظهير أيمن في مصر بلا منازع يعني هو الوحده مع كامل الاحترام لباقي اللاعبين بس هو بعيد يعني على الأل هو بعيد بكم درجة عن باقي الناس اللي بتلعب في مكانه عايز أشيد جدا بمورانة عطية واحد من أهم الركائز اللي كسبت النادي الأهلي البطولة عايز أشيد ببيرستاو كوالتي مختلف كوالتي لعب عالمي جدا وظهر الكوالتي الحقيقة بتاعه مع مارس الكورو عشان كنا شايفين ده بالمناسبة شو حانتش يقول لي وانت كنت شايف كده من بيرستاو سيريني الفات لا بس مع مارس الكورو ظهر كوالتي لعب عالمي حسين الشحات والكمباك التاريخي اللي عمله عايز أشيد جدا 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 من محمد الشناوي قائد النادي الأهلي وتعاملوا مع الضغط وتعاملوا مع هذه المباراة بروعة الحركة الشيك المحترمة اللي عملها مع مصطفى الشبير وبيدينه المدالية في أسلام المداليات مصطفى الشبير كمان لازم أشيد به من مباراة الزهاب شال مسئولية صعبة جدا احنا أشدنا كسيرة بمصطفى الشبير بس نشيد به تاني شال مسئولية في منتهى الصعوبة وضغوط في منتهى الصعوبة وعمل مباراة كبيرة جدا مباراة الزهاب اسم سايبه في الآخر شوية وشريف وأي قطار محمد طار وإحمد عبد أي لعب كلهم رجالة وعملوا بطولة عظيمة جدا وجاسر إبراهيم كمان عمل بطولة عظيمة جدا